خطا ثابتا تنجح الدولة في بناء مؤسستها وتعزيز قدراتها في اتمام المسيرة نحو مستقبل افضل للشعب ضمن التجربة الديمقراطية التي بدأتها عقب نجاح ثورة الثلاثين من يونيو ويأتي مجلس الشيوخ تحقيقا لرغبة واسعة بين قطاعات عريضة من الشعب حيث تجلت الحاجة الى ادخال بعض التعديلات على الدستور والتي تم اجراؤها عام 2019 لاثراء الحياة النيابية من خلال اعادة الغرفة الثانية للبرلمان منبر جديد بصلاحيات محددة ومهام واضحة على غرار كثير من المجالس في دول العالم ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والارجنتين وكندا وجنوب افريقيا واستراليا واليابان وسويسرا وتمثل عودة الغرفة الثانية اضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان وضمانا لزيادة التمثيل المجتمعي عبر اعضائه المنتخبين وتوسيعا لمساحة المشاركة ولسماع اكبر قدر من الاراء في القضايا المجتمعية المختلفة كما يفسح مجلس الشيوخ المجال لأعمار وفئات جديدة للعمل السياسي العام حيث قدمت الدولة عبر قوانين الاستحقاقات الانتخابية تسهيلات جمة للشباب من اجل مضاعفة عدد الشباب دون الاربعين في البرلمان المقبل رغم حقيقة ان برلمان الفين وخمسة عشر قد حمل اعلى نسبة من الشباب في تاريخ الحياة البرلمانية الممتد منذ تأسيس المجلس العالي عام الف وثمانمائة واربعة وعشرين في زمن محمد علي باشا ومع اجراء انتخابات مجلس الشيوخ اتخذت الدولة جميع التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا فضلا عن ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ليصنع المصريون بأيديهم وطنا قويا بمطلق حريتهم واختيارهم برغم كل التحديات الاقليمية التي تواجهها الدولة